ها لوا اي بري بادي ها واريو اهلا وسهلا فيكم بقناتي اذا عجبكم الفيديو لا تنسوا لايك شير وسبسيكرايب وتفعيل الجرس يصلكم كل جديد اللي حابب يقتني الفيديوهات فيه تواصل معي عبر الواتس الموجود بصندوق الوصف معكم انا ضاعت ديبو لتس جو يونت 11 الدرس 11 بارت 1 لسين انريد جزء الأول استمع وأقرأ اللوحة الأولى هذه لك يا ليلى اشتريتها من بصرة ذهبنا إلى بصرة الشهر الماضي شكرا لك يا جدتي إنها حقا جميلة اللوحة الثانية طبعا هذا الكتاب لك يا عمار اشتريته من المتحف شكرا لك يا جدتي كيف كانت بصرة قضينا وقتا جميلة رأينا المسرح إنه كبير جدا جلسنا في حدائق الفندق شربنا القهوة اللوحة الأخيرة كتبت بطاقات بريدية وأكلت الفاكهة قرأت جريدة أهدوا لايك توفيزيت بصرة أرغب أن أزور بصرة لدينا هنا مجموعة من الأفعال إنما هي أفعالهم بالمصدر بالحاضر يعني سوف نحولها إلى ماضي لكن هذه الأفعال لم تقبل معنا إيدي نسميها أفعال شاذة سوف أقرأ منها اليسار باي بوت باي يشتري بوت اشترى جو يذهب وين ذهب سي يرى صورة سيت يجلس سات جلسة درينك يشرب رانك شربة ريد يقرأ ريد نفسها أيضا بالماضي قرأة رايت يكتب روت كتبة ايت يأكل ايت أكل بارت ثري جزء الثالث انظر وقل هنا لدينا ثلاث صور عليكم أن تقوموا بكتابة ثلاث جمل مناسبة لهذه الصور طبعا الجمل يجب أن تكون بالماضي البسيط مستخدمين فعل شاذ من الأفعال الشاذة أيضا استخدموا الفاعل I كيف تكتبون جملة بالماضي البسيط فكروا ابحثوا اكتبوا لي الحل على جدول تعليقاتي على قناتي وأنا سوف أطلع عليها بارت فور ريد آن أوردر الجزء الرابع اقرأ ورتب لدينا هنا صفات وأسماء الصفة ما صفته بني كبير صغير جميل طويل ما اسم هذا الشيء شعر ما اسم هذا الشيء إناء زهور ما اسم هذا الشيء أسنان ما اسم هذا الشيء عيون ما صفته أوكي طيب كيف أضع الصفة والاسم أولا أضع الصفة ثم أضع الاسم انظروا إلى المثال جراند ما بوت بريتي فاز اشترت جدتي إناء زهر جميل بريتي بريتي جميل فاز إناء زهر ما اسم هذا الشيء إناء بريتي ما صفته بريتي جميل إذن وضعت بريتي قبل فاز لماذا لأن القاعدة تقول بأن الصفة تأتي قبل الاسم أيضا الجملة المقابلة لها ليلة has got brown hair ليلة has got brown hair brown صفة hair ما اسم هذا الشيء شعر ما صفته بني طيب الجملة التي تحتاج إلى حل ما هي الجملة الأولى giraffes have got جراف ما هي من صفات الجراف الزرافات ما هي ما الذي تملكه الزرافات عادة طيب الجملة الثانية sharks have got أسماك القرش لديها بماذا يتميز أو تتميز أسماك القرش يصف الرابع عمر has got أيضا نضع هنا الصفة ثم الاسم وأنا أثق بكم إذا أردتم كتابة الحل على جدول تعليقاتي على قناتي سوف أتطلع عليها وأنا أثق بكم معاني الكلمات لهذا الدرس لدينا جدول على اليسار this هذا أو هذه وهي من أسماء الإشارة تستخدم للإشارة إلى المفرد القريب for لأجل أو لي لي last الماضي last month الشهر الماضي really حقا lovely time وقت جميل theater مسرح بوس كارس بطاقات بريدية newspaper جريدة الجدول على اليمين لدينا مجموعة من الأفعال فعل يأكل يأكل يشرب يذهب ينام يرى يجلس هذه هي الأفعال لدينا الفعل الأول buy يشتري boat اشترى go يذهب went ذهب see يرى سور sit يجلس sat جلس drink يشرب drunk شريبة read يقرأ read قرأ write يكتب wrote كتب eat يأكل eat أكل طبعا هنا هذه الأفعال هي أفعال شاذة لدينا الحاضر منها والماضي لم تقبل هذه الأفعال إيدي لذلك كان لها شكلا مختلفا أوكي يا صف الرابع أهلا بكم مجددا في كتاب النشاط unit 11 part 1 read and match جزء الأول اقرأ وصل لدينا الأفعال كما مرت معنا في درس القراءة في الدرس الحادي عشر لدينا الأفعال buy go see sit drink read write it أين هو الماضي منها؟ مثلا buy boat إلى d سهلة ابحثوا فكروا ابحثوا وأنا أثق بكم بعد تريد أن تكورك راس الجزء الثاني أقرأ وضع إشار الصح أو خطأ سوف أقرأ النص dear Layla and Omar we arrived in Busra on Saturday it's very beautiful we visit the museum on Sunday and we saw the theater it's very interesting we went to the market on Monday we bought some lovely fruit it was very hot yesterday we sat in the park and we drank some juice I run some buscars and your father grandfather read a book see you soon love grandma عزيزي Layla وعمار وصلنا إلى بصرة يوم السبت إنها جميلة جدا زرنا المتحة في يوم الأحد ورأينا المسرح إنه هاء مهم جدا ورائع ذهبنا إلى السوق يوم الأثنين اشترينا بعض الفاكهة اللذيذة كان يوما حارا البارحة جلسنا في الحديقة وشربنا بعض العصير أنا أكتب بعض أو أنا كتبت I wrote أنا كتبت بعض البطاقات البريدية وجدكما قرأ كتاب أراكم قريبا love grandma المحبة الجدة هنا سوف نكتب صح أم خطأ number one ليلة and omar's grandparents arrived in Bustra on Sunday وصل الجد عمر وليلة إلى Bustra يوم الأحد طبعا كرس number two they went to the museum on Saturday عودوا إلى النص they went to the museum on Saturday ذهبوا إلى المتحة في يوم السبت tick or cross الجملة الثالثة number three they visited the theater on Sunday number four they bought some cakes in the market اشتروا بعض الكعك من السوق number five أو خمسة الجملة خمسة the weather was cold yesterday الطقس كان باردا البارحة number six they ate sandwiches in the park number seven ليلة's grandmother road bus carts number eight والأخيرة ليلة's grandfather read the newspaper tick or cross والقرار لكم part three read and write الجزء الثالث اقرأ واكتوب لدينا كلمات بالإطار الأزرق هي عبارة عن أفعال وهي أفعال بالماضي لكن هي أفعال شاذة ويند سوف أقرأ من اليسار إلى اليمين ويند ذهب بوت اشترى صورة آريت قرأ روت كتب درانك شريبة ايت أكلاسا جلسا الجملة number one الجملة الأولى I was very thirsty so I drank some water كنت عطشان جدا ولهذا شربت بعض الماء number two the children فراغ at their dusk and فراغ their books الأولاد فراغ على مقاعدهم وفراغ their books كتبهم number three he فراغ a salad sandwich and a banana هو فراغ لدينا salad sandwich banana طيب number four we فراغ to the flower fair and my mom فراغ some honey نحن فراغ إلى معرض الزغور وأمي فراغ بعض العسل ماذا فعلنا ماذا فعلت أمي number five the teacher فراغ some new words on the board the teacher المعلم فراغ بعض الكلمات الجديدة على اللوح number six we فراغ are cousins on saturday نحن فراغ أولاد عمنا يوم السبت وأنا أثق بكم بإمكانكم إرسال الحل وكتابته على جدول تعليقاتي على قناتي وأنا سوف أطلع عليه part four look and write الجزء الرابع انظر واكتب لدينا هنا سؤال what did honey do yesterday what did honey do yesterday انظروا إلى هاني ماذا فعل هاني البارحة السؤال بالماضي البسيط أيضا الجواب سوف يكون بالماضي البسيط انظروا إلى الجملة الأولى he bought an apple he bought an apple he فاعل bought فعل بالماض an apple تتمت الجملة أيضا الجملة الثانية الجملة الثالثة والرابعة والخامسة أيضا كذلك الأمر سوف تكتبون الفاعل الفعل المناسب وتتمت الجملة مثلا في الجملة الثانية هو ماذا هو ذهب إلى المدرسة كيف أكتب هو ذهب إلى المدرسة باللغة الإنجليزية هو أحسنتم الجملة الثالثة هو شريب العصير الجملة الرابعة هو قرئ كتاب الخامسة عمل وظيفته كيف أكتب جمال بإمكانكم كتابة الأجوبة على جدول تعليقاتي على قناتي وأنا أطلع عليه وأنا أثق بكم الجزء الخامس أنظر وأكتب لدينا عامر وهاني مثلا الجملة الأولى مع الصورة الأولى عامر آنهاني البارحة ذهب عامر وهاني إلى الشاطئ طيب في الصورة الثانية ماذا فعل عامر وهاني انظروا إلى الجملة الثانية بدأت الجملة بذي ذي هي بديل عن عامر آنهاني يعني بدل ما أكتب عامر آنهاني مرة ثانية وثالثة ورابعة أستبدلهم بضمير الشخصي ذي أوكي انظروا إلى الجملة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة ذي ذي هنا الفاعل ذي لماذا؟ لأننا نحن هنا نتحدث عن عامر أنت هاني أوكي مثلا في الجملة الثانية أيضا ماذا يفعلان في الصورة الثانية؟ ماذا يفعلان؟ عليكم كتاب الجملة تناسب هذه الصورة في الصورة الثالثة أيضا الرابعة الخامسة وأنا أثق بكم بإمكانكم كتابة الإجابة على جدول تعليقاتي على قناتي وأنا أطلع عليه بارت سيكس جزء السادس أكتوب لدينا هنا عدنا إلى الصفة والإسم الجملة الأولى جران مابوت الجدّة أو اشترت الجدّة كتابا ممتعا أينتراستين ممتع بوك كتاب أيهما أضع أولا الصفة أم الإسم الصفة أينتراستين ثم الإسم بوك كتاب أليس كذلك؟ الجملة الثانية إليفانس هاف فراغ لدينا إيرس آذان بيك كبير نمبر ثري ويستيد إن آ أقمنا في لدينا هاتل نايس نايس جميل هاتل فندق نمبر فور هند هاز قد لدى هند فراغ هير هنا لدينا الكلمتان هير وشورت هير شعر شورت قصير نمبر فايف ليلة هاد أفري ليلة لديها فراغ أو كان لديها فراغ يستردي انظروا لدينا الكلمتان دي وبزي دي يوم بزي مزدحم مشغول أوكي اشتركوا في القناة